الله يسعد أيامكم وكل وقاتكم بكل خير رجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ بقصتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنت جديدين ولا تنسوا تحطوا لي لايكات كثيرة وتكتبوا لي كومنتات جميلة زيكم وعشان لا أطول عليكم رح أتكل ساميكم بنهاية القصة ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة معاكم عيوشة الطفلة البريئة كنت تبدوبة وحلوة وفرفوشة متميزة بجمالي بشهادة الكل عشت حياة قاسية أمي كانت إنسان عصبية جدا أنا البنت الكبير الأبوية أمي عندها ولد وبنت من زواج سابق كانت أمي شديدة علي من ناحية التنظيف والطبخ وأنا حجم شوي أكبر من سني بصراحة ما شفت حنان الأم أبدا أبوية كان حنون وطيب رحوم فيني لكنه للأسف يخاف من أمي أمي شخصيتها قوية على الكل كنت نخطب وأنا بسادس ابتدائي لكن يمنعهم أني ما بلغت وخطابي كانوا كثيرين في الإجازة وأنا طالع من ثاني متوسط لثالث متوسط بلغت وأمي كان همها بس تزوجني بعد ما خلصت المتوسط في الإجازة وأنا طالع الأول ثانوي تقدم لخطبة شاب من قريتنا لكنه من بعيد ما كنا نعرف عنهم شي للأسف بس إنه أبوه كيس وحسب وأصل وفصل وهذا اللي كان يهم أبوية طبعا أمي كانت مسافرة ودق أبوية استشاره ووافقت على طول وأبوية جاني قال للولد ما ينرد ورح أزوجك إياه أنا وقتها من البنات البريئات مالي في الزواج وأموره العريس عمره 26 سنة أنا عمري وقتها 15 سنة تمت الملكة مختصرة بحضور أهل وأهلي كانت ملكة صغيرة وقبل يسافر بيوم زارني وحاول نتعرف على بعض أكثر لكن أنا ما تقبلته أبدا وحسيت بنفور منه تحدد زواجي بعد أول ثانوي والحمد لله نجحت من أول ثانوي وعلى طول تم الزواج أهل قرويين مروا مشددين ويختلفون عننا كثير المهم سافرت الرياض زوجي ما عنده أي خلفية عن تأثيث بيت الزوجية سكن في شقة زميل لو كانت مؤثثة جاهزة بصراحة ما عجبني الأثاث أبدا بس أنا كنت أخاف منه وخجولة مرة مستحيل أناقشه أو أجاد له في شي استغلت ضعف الشخصيتي وسيطر عليها تماما كل حياتي راحت معاه بين أمر ونهي حتى زيارة أهلي كانت نادرة جدا مرت السنتين الأولى ما حملت كانوا أهل كثيرين التدخل في حياتنا لدررة ممكن أمه تتصل على أهلي وتسألهم ليش ما حملت كانت حياتي مملة قتل فيني روح المرح والضحك اللي معروفة عني بعد مرور ثمانية شهور من السنة الثانية جاء لزوجي انتداب في الحاج مهمة أعمل وداني عند أهلي وسافر على مكة وقتها كنت في بداية حملي ولا عرفت أني حامل إلا بعد ما وصلت عند أهلي جلست عندهم شهرين من وحمي وبعدها رجعنا بيتنا في الرياض وهو ما زال الشخص المتسلط حياتنا مملة ومشاعر وجافة طلعاتي محدودة جدا مشت الأيام وجبت بنت ما طولت وحملت على طول وجبت ولد انشغلت بصغاري وبيتي زوجي كثرت طلعات وسهراته برة عنده أصحاب ما رتحت لهم نهائيا ولقيت في جيب وحبوب ورميتها ولا سأل عنها وبعد يومين سألني وقلت له إيه وأنا رميتها اللي مالك دخل وهذه حياتي باختصار كل شيء مالي دخل فيه إذا ضاك فيني الحال أسكت وأروح لأهل الزيارة أرتاح عندهم وأرجع أنا عيوش الفرفوشة وإذا رجعت الرياض يرجع الروتين الممل ما عمري فكر تفطط لأهلي ولا لأخواتي سوى تصرفاته معايا أبين لهم الطيب وإنه شهمه رجال وهذا اللي ماخذينه عنه والحياة ماشية أهل جدا سيئين معايا للأسف يا مقذفوني وأنا احتكاك فيهم نادر جدا ومع كذا سكت على تصرفاتهم أمي كانت تجمع شغل البيت الصعب مثل فك الشبابيك والهواياتي لين أجي ومع ذلك كنت في قمة السعادة أهم شيء وجود بينهم وأبوي يفرح بجيتي أخواتي وأخواني ملاحظين علي أحيانا الحزن وياما قالوا فلان ما يستاهل عيوش لكن أظل إنسان صابر وصامطة وابين السعادة وصلت عمري 22 وأنا عندي أربع أطفال في كل حامل وولادة أكون في بيتي الوحدي ولا تفكر أمي تيجي تزورها في نفاسي بدأت أنضج وأعقل وألاحظ وأنتبه على الخيانة اللي تزور حولي وعلى نزول جوالات نوكي اكتشفت أنه يكلم أخذت الرقم واتصلت عليه من جوال زوجة زميله كانت علاقة فيها أكثر من أخت وعرفتها كانت من محارم وبس بينهم علاقة شينا ورحت صارحت وانكسرت وانهرت وتدمرت نفسيا خلاص مليت من هذه الحياة فوق التصلت والحرمان كمان خيانات رحت نمت مع عيالي أسبوعين هجرته وراضاني بهدية ثمينة وحلف ماي عيدها بس في القلب جرح ما يبرى وشفت معاه مرة ثانية حبوب بس ما فكرت أكلمه خلاص تبلد الشعور كرحته من كل قلبي صار ماي همني وانشغلت بنفسي وأطفالي ومذاكرتهم صرت ما أجلس معاه وجوده مثل عدمه في البيت ومرة ثانية اكتشفت أنه معاه علاقات بس خلاص من حقدي كرهي له صار صفر على الشمال وانتهت كل مشاعر الحب اللي تحس فيها أي زوجة حتى الروتين الزوجي ما بين ضحك والسفر وتمشي تأصرية وأشياء بسيطة أنا محرومة منها وكعت مصابرة ومحتسبة لكن وصلت لمرحلة الانفجار وصل من عمل وصار ينام في البيت حتى أولادي ما يوديهم المدرسة بدأ غيابهم يكثر كنت أجهزهم وألبسهم ويرفض يقوم أرجع عن أيامهم في يوم قومت وكالعادة رفض يقوم قلت حسبي الله ونعم الوكيد ثلاثة مرات من حرقة وألم أحس فيها وأخذت عيالي عشان أرجع عن أيامهم في ظرفتهم وأنام معاهم ما دريت إلا طاح على وجهه نقلنا أنا والجيران المستشفى سبحان الله جات وجلطة وتنوم بس أنا وربي ما حزنت عليه ولا هز في قلبي صح إنه تغير وكانت الجلطة خيرة ترك من بعدها التدخين ورفقاء السوء وتعدل تماما صار بس يدور إش يسعدني تغير معايا تغير جذري لكن القلب مجروح والألم ما ينسى بعد ما تعدل ورجع دوامه وترقى فيه حملت وأصغر أولادي عمره ستة سنوات وجبت بنوتا زوجي يلتزم ورجع لربه وبدأت حياتي تزين زاد وعي وتوسعت مداركي وكبروا عيالي صار منهم اللي بالمتوسط وبعد البنت بأربع سنوات حملت في ولدي الأخير وتعرط لمضاعفات في الولادة جبت قيصري وزاد البنج ودخلت في غيبوبة أربع أيام وصار نزيفي اضطروا إنهم يربطوا لي وبكذا انتهى نسلي وأنا عمري ما تجاوز أربع ثلاثين سنة والحمد لله كانت خيرة صحيت من الغيبوبة وأسمع زوجي عندي يبكي وينادي الأطباء ومنهار عشاني سبحان من غيره صرت روحه اللي عايش فيها أسبوع وقف معي وقفة ما أنساها وخدمني وشالا نشيل بنتي الكبيرة كانت ثاني ثنوي وقامت في أخوانها بس في فراغ في قلبي طلعت بعد أسبوع كنت أتمنى أمي كانت أمني التي تجي تزورني أو تكلمني يوميا أنا عيوشة المطيعة البارة وأعاشق أهلي ليه ما تجيني ما أبغى منها خدمة بس أحتاج حنانها صار عندي اكتئاب ما بعد الولادة زوجي ما قصر في شي بس خلاص حسيت مشاعر تجاه أهلي تغيرت مرت ثلاثة شهور وعدت بتعبها وألمها ربي أهدالي زوجي ورزقني أبناء بارين حنونين هاديين ربي ما ضيع لي سعب بري بأهلي شفته في أبنائي صبري على زوجي شفته في صلاحه وتسخيره والستر سترت عليه ولا قد جبت طاريه بسوق قدام عياله الآن ما شافوا منه إلا عقله ودينه وصلاحه ما فكرت شوه صورته في نظرهم ما يعرفوا أيام السهرات والصحبة السيئة الحمد لله بنتي الكبيرة تخرجت من نفس التخصص اللي كان حلمي وحضرت حفل تخرجها وهي تنزف خريجة بكيت من قلب شفت نفسي فيها شفت العواضي أني ما كملت دراستي وصبرت على أبوها وما تطلقت شفت حبيبتي فرحانة ومتميزة هنا بس حسيت أني جنيت الثمار تخرجت حبيبتي ورفعت راسي وتوظفت الحمد لله اليوم أنا بلغت الأربعين نضج وعقل وخبرة بنتي موظفة ولدي خريج ويبحث عن وظيفة أخوها السنة جاية بزفه خريج وبنتي في آخر سنة بالثانوي والاثنين الصغار ابتدائي حياتي مستقرة أحيانا أرجع لورا وأقول ليت أني عقلت ونضجت وأدركت من بدري لكن لعل حسن نيتي وبراءتي هي اللي وصلتني لهذه النتيجة الظلم اللي جاني من أهله وعلى راسهم أمه شفت نصري قدام عيني سبحانك ربي رغم أني ما دعيت عليهم لكن على نياتكم ترزقون وأخيرا أحبتي لا تقنطوا من رحمة الله ولا من لطفه هو أعلم وأحكم وأعدل منا محبتكم عيوش اللي ما زالت دبية وإلى هنا تنتهي قصتنا لليوم ويا أهلين فيكم رائف من اليمن إيميليا من الززائر خديجة من المغرب ريمان من السعودية وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظرون بقصة جديدة